موسيقى بقولك ايه يا عمر انت ما تروفلوش هو يجيلك لغاية بيتك مصر الجديدة خمستاشر الشارع الخليفة المأمون فيلا أميرة فيلا اسم الله قال بيقول فيلا قال من امتى الرجل السنكوه دا عنده فيلا دا ساب الوظيفة عشان ما حلتوش شقة تلمه مع السلام يا عم بقولك ايه يا عمر ايه هتروح له ولا اتعبره لا يا حبيب تنسيب يا بقى ايه روح له عشان يصدق ويقامل ان حماه بيكره له الخير وعشان يعرف بقى انه بيفضل مصلحة اخوه عليه بقى الراجل العويل العويل دا يكره ان جزبنته يبقى مليونار ايش عرفكم انه عايزني علشانه الموضوع دا مش جاهز فيه حاجة تانية خالص بقى الراجل الصايص اللي مالوش طعم اللي عامل زي فتت الميا دا عايزك عشان حاجة تانية دا عايزك يا حبيبي عشان يستفرط بيك ويأثر عليك بقولكم ايه انا حروح له انا حروح له اه ولا يا عمر عمر يا ايه يا عمر ايه يا عمر عايزين اتنى مدر عايزين اتنى شوفي كل الكلام اللي قلناه مش مأثر فيدك بلا مريته الحب مش عامية وبس دي طرشة كمان امال اخوك فيه؟ اه قاعد برا في الجنينة اقولك ايه؟ حسك عينك تبدي مصلحة اخوك عن مصلحة جزبينتك اه البلا دي لو اتبعت حجب شاءلة والراجل ربنا يكرمه لما يباح احنا بقى حنوقظه المراكب السايرة احنا عايزين اقارب ضمير يا بنورة وابيع اخويا اللي محلتيش غيره وابدي مصلحة جزبينتك عليه يخيه وهو من انت كان بيحبنا ولا بيحب حد ده ربنا ينتقم منه انت عارف ربنا عمل فيه كده علشان ينتقم لنا منه خلاص خلاص كفاية مالوش لازمة الكلام ده يا بنورة لا ليهو نص انت سبت وظيفتك علشان مش لقشة اثناص يعني لو هو كان سبنا نتكننا في بيته كان زمانك دلوقتي بقيت وكل وزرقت الدنيا ولكشنا ورن لاحظ ان لينا ابن عيان بنسترجاه من الدنيا ولو خلفنا ضميرنا ربنا مش هيسبنا تبتكر عمر جزبينتك هيسمعلك كلام في الموضوع ده ده يبهبل وعبط لو سمع كلامك ورجع الشقة لاخوك ده كلام يا دوسة ده كلام ازاي تسيبيه رؤي لوحده الله ليه مش خوتي فيها كده الله ما انت عارفة اخوكي طول عمره راسه ناشفة ما حدش باع فيه اثر عليه ابدا برضو كان لازم حد فينا يروح معاه كده ممكن يتلموا عليه ويتحكوا عليه ويبلفوه يا حبت عيني يا عمورة زمنهم اتلموا عليه دلوقتي وتكاتلوا عليه وافترسوه منهم لله تيجي نروح له يا سليم فالحة قوي تيجي نروح له واحنا معنا الادراس بتاعهم انا بقى عارفة الادراس سمعته وهو بيمليهوله في التليفون فيلا اميرة شرع خليفة المأمول برافو يا دودي برافو يلا بينا على طول على هناك وبالبنى عشان نكشفه الكذاب السكن في فيلا اه بقولك يا دودي تيجي نلبس الفو السنين اللي بابا الله يرحمه كان جابه من باريب بس يا رب يعني اقفلوا علينا فاساتين ابتدائي وعزاهم يقفلوا حرم عليك يا دوثة هيقفلوا ازاي بقالهم تلاتين سنة تلاتين سنة ايه بسكرة تلاتين سنة ايه بسكرة روى انت بس روى الحمد لله ادي عمر وصل كمان اهو سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا عمي اهلا يا عباشر اهلا يا عمر يا ابني اتفضل اعد راضي يا عمر يا ابني على اللي عمله فيه ده والله يا عمي انا ما عندي فكرة عن الموضوع ده انا اتفاجئتي بيه واعتبت اخواتي عليه يعني افهم من كده انك مش وافي عن اللي حصل لك ده اجراء خطأ يا ابني وما حينبنا منه الا زعلنا وبعد انت منسبنا وداخل فعلتنا واللي انت مزعله ده يبقى عم عارستك يبقى لازم اقتراعوه طب انا عندي اقتراح ممكن تسمعوه انا عارف الاقتراح ده مقدما انا رفضه مش موافع عليه الاقتراح ده خالص يا عبد الحميد يديره فرصة يمكن الاقتراح يطلع كويس لو عم عبد الحميد ادى انا فرصة لحد ما نبيع الفيلا ونيابة التمنها انا مستعد اشتري له شاقف احسن حتة هو عوزه ايه ايه رأيك في الاقتراح ده يا عبد الحميد ااسف انا ااسف انا ايش ضميني يا اخي انه حيوفي بواعد مش جايز يكون بنيمني لحد ما يبيع الفيلا ويضيع علي الفرصة دي كي الساعة لحطوه الحمص الشام ولا هنا باليامن واخبط راسي في الحيد ودور على مياتي تسخن انا اضمانه يا عبد الحميد بس ادي له فرصة يبيع الفيلا يا اخي دي برضو فيه مصلحة لبنتنا احتي الصلاة بالحلو بتاعت من دي عايدة؟ انا عارفة انت بتسألين يا اختي؟ تكلش بتاعت اخته سامية؟ سامية ايه بنا اخيبة؟ ده جوزها راجل مأيح وقفاه يا اختي عمالي حك في البدلة كده عمري ما شفته ايه لو لبس البدلة دي؟ امي يا صار بس بتاعت مين؟ مش عارفة ايه خاسب حد غرقنا الله؟ انت عاشدين مين؟ انتو عندكو هنا حد اسمه عبد الرشيد ايوه يا فندم موجود عبد الرشيد بيه بتقولك عبد الرشيد مش عبد الرشيد بيه؟ ايوه عبد الرشيد بيه هنا ايه ده؟ اللي انا سمعته ده صح؟ يعني هو ساكن ورا البيت ده ولا حد؟ يا فندم عبد الرشيد موجود هنا في البيت ده اوه؟ ايوه؟ هو بقى بيه؟ طب اسمه اللي بقولك ايه؟ يا خبر بفلوس مكرا يبقى بلاشة هنخصش قليل فلوسك؟ لا احنا لازم نحط النقط على الحروف قدامي ايه بعد الخرطوم ده يا تاتن يا رب؟ ايوه عبد الرشيد بيه؟ يا مداب يا مداب يا مداب يا مداب يا مداب يا مداب وليسه ما حالي اسمع بلتي شوف اللي جاي علينا دي ها ايه لا خليك انت شايف ايه بيبص علينا ازاي؟ الله الهواني مجومه هم يا سيدي اهلا 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 وسهلا عرفوا طريقي بس ازاي دول اه 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 ودول يخفى عليهم حاجة كويس النجو جيتو احنا خلاص اسمنا البلد بلدين ايوة بس مصلحة جزبينك قبل خليك في صفو وخلصنا اه ما هو ان شاء الله المشكلة دي لازم تخلص النهاردة دي ان باذن الله وبدون معطعة انا مسابل فرنسا بقى ايه فرنسا 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 كده مرة واحدة ياختي يا ردها كانت سفرية عيدلة ده الوقت ابننا عيان وراه يقدم ويوديه يعمل عملية ادعوه ان ربنا يشفيه يا رب يا رب يشفيه المهمة تمنين يقوله له وعنده ايه اللي يجيله والحط علي ادعوه له ان ربنا يشفيه يا رب يا رب يا رب شفيه ربنا انتو حتى عملوله العملية على حساب الدولة حساب الدولة ايه على حساب نحنا دي حتتكلف قلوفات متلتلة قلنا البعزاءهم بس ربنا يكرموا ويشفيه يا رب يكرموا يا رب بتقولك قلوفات متلتلة ايوة قلوفات انا عايزاك بقى تفهمي جوزك مفيش داع انه يحابي لاخوه جوز بنتك اولى يعني الملايين اللي حتجلنا هو اولى بيها ولا ايه ياختي اسأليه كده انا قلت له ايه من شوية قلت له اخوك ده فوق راسي من فوق بس مصلحة بنته قابدة خلاص خلاص بقى ابن نورة يا اخويا خلاص يوم الخلاص على رأي اللي قالوا اخويا يجمسيني لكن ابني عراني اهلا 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 منورين يا هوانم اهلا يا سي عبد الحميد ممكن يعني بعد اذنكم اخد فردوس هانم وانفرد بيها في كلمة وتنفرد بيها ليه ما تنكسفش لو انت عايش تقولها حاجة قولي حبيبي قدامي اه ماعليش يا بنورة هانم اه ولو اني يعني ضد ان احنا نتكلم لوحدنا لكن ماعليش اتفضل ان نفرد ونقول اللي احنا عايزين فردوس هانم اه 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 عبدا ياه يا فردوس هانم فيه مثل بيقول لو صبر القاتل على المقتول كان ماته واحد وانت قلبت علي في نفس اللحظة اللي انا كنت فيها ناوي اتقدم لك اه بتقول بتقول ايه لك انت ناوي تقدمني انت كان عندك شكل في الموضوع لك انجت للحق ايوة اصلاك انت بقى فقحت مرارتي ودوقتني ودوقت حبال الصبر اللي بيني وبينك يسعبته احنا فيها وانا لسه عند قوي مستعد اتجوزك دلوقت حالا والنهاردة قبل بك وبدل الخناء يا حبيبتي يبقى وفاء وعفى الله عما سلف نعيش في تبات ونبات وننسى كل اللي فات مش عارفة بسمح كلامك تصدقك واشوف امورك استهجب خايفة خايفة تغرر بي وتضحك علي وانا حطعك عليك ليه يا امي المسألة واضحة واجعلها بدا لعي شوية المسألة واضحة وما فيهاش كدب ولا مكابرة بيني وبينك المأزون وهو اللي حيثبت لك حسن النية ويوريكي اذا كنت صادق ولا لأ ايو بس موضوع الشقة يا سعبدو مادم حتبكي مراقي حتبكي مصلحة واحدة تحت امرك الشقة هي وصاحبها ايدي بقى ايدي 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 اللي انا شايفة ده يا حابتتي خبر ايدي كوزوف اختي عيدا اه وملك فرحانة وصاعدة قوي كده ليه اكيد قال لك كلمتين فرغين قال لك ايه دحك عليكي بايه لا 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 نا نا يا ستة عيدا لا انا ما تحكتش عليها ولا حاجة احنا خلاص حلينا المشكلة من جذورها يا ستة عيدا ما شاء الله خليكي وسط خير وما تعطليش الملاكب السيرة بودي بودي أقول لها قولي لها يا حبيبتي وهي تكره لك الخير برضو لا طبعا أصلي يعني برضو ساعات الغيرة بتبقى بين الإخوات غيرة إيه حبيبتي ده أنا أفرح لك من قلبي لما تتجوزي بس إيه وعي يطلع اللهمة هو في الحقيقة هو طلب إيدي راسي دحكت عني يا حبيبي كلمتين فرحين ما تحكش إزاي أكيد لما لقى نفسه تزنق زعق وألغتوني لا لا يا أمي لا لا ألغتوني إيه أنا طلبت إيدي رسمي تعالوا يا جماعة يا جماعة تعالوا شاركونا وحكموا بالعدل بنا وإن كنت غلطان هادو الحق علي أيها عبد الحميد بن خير فيه إيه لا خير إن شاء الله الحقيقة يا أستاذ عمر أنا طالب الأرب من زيادتك في أختك الكبيرة وإنتي موافقة؟ الشورة شورتك يا أخوية والأمر أمرك اللي تشوفه بس الحقيقة أصلا عيدة معطاردة يا جماعة يا جماعة يلا خلصونا إحنا بقينا عيلة واحدة خلصونا بلاش مناهدة طب وإنتي معطاردة ليه؟ خايفة يا أخوية يا عمر لكن بيلعب بيه يا أخوة ربيا هو الجواز يا جماعة في لعب ده كلامي دي حتم أمراتي على سنة الله ورسوله والعشرة هي اللي حتقن بنا ويدعونا ربنا يهدي سرينة ويبعد الشيطانة يا رب يا أخوية جوزهالي ومن هلاله دول ميقين على بعض اقروا الفتحة لأبو العباس سعبد الحميد لايق على الست فردوس بقولي يا عمي ده من الحكاية كده نخلي الفرحة فرحتين وبالمرة أنا كمان أخد نسرين يا أخوية بالسلامة أنت وهي وإحنا هنكره إن إحنا نسطر بنتنا بيكلمني الراجل بيكلمني أنا طب ويا تنحشر أنت ليه يا سادي يا رب دايما كده دايما قابس دمي وعمل تكذفني وتبستفلي وعاكده عني كده برضه عمزة على التالة حول تصلاحها بقى والله أنت شايف كده ها طبع هو أنا كل ما قلتك كلمة فطل قمسو هتعمل إيها زعلة؟ أنت أصلك مش فاهمة حاجة الله الراجل بقولك حيأخدها يعني حيأخدها بتاخدت هدومها ايه مش هيكلفك حاجة ولا هيخرمك حاجة مزرج المعالي صورت صوتك بلاش فضايع بصراحة بقى أنا عبل حميد ده موقوشني وخايب بقى لبنتنا تروح في الرجلين طب وانت بقى أخوك قال أكلات ما تقولي لو انت شايف شوفا نورني مش عالف حاسس كده إن الحكاية دي مش طبيعية يا راجل يا راجل قول يا باسط خليك حسن النية برش الوسوسة اللي انت فيها دي يا بنورة ده أخويا أخويا ابن أم وابويا أنا عارفه مية في المية تلاقيه مضبر للناس دول مقلب وفي الآخر بنتنا هي حيفش شغلون فيها بنتك بقى مكتوب كتابها وعلى زمة راجلها يعني لو خشتها النهاردة مش هتقدر تحشها بكها بقولك إيه البنت هتفضل عندنا في البيت لغاية لما نحس بإن نية عمها سليمة وبإن الجوازة دي ما فيهاش أي شيء يضر بنتنا سي عبد الحميد هو أخوك قالب عليك ده ليه مش مال ييده منك ولا إيه ما تشوفوا عبد الحميد فيه إيه يا عبر رشيد أنت مزرج الليه أختي أختي أيها يا دوسة أنا قلبي مقبوط مش حرف ليه أنا كمان مش متطمنة يا أختي تفتيك رهات فأرى بسك بصراحة أنا حاسس أن نيةك مش سليمة تجاه الناس دول مش سليمة زيها يعني فاهمني الناس دي أنت كنت بتكرهها كرة العامة والست دي بالذات أنت كنت مش قبلها إيه اللي حبيبك فيها فاجأة كده يعني يا عبد الرشيد عجبك اللوصة اللي أنا فيها دي والزنقة اللي أنا معبوط فيها بحلي مشكلتي يا أخي وإنت المفروض عليك تساعدني مش تقف ضده الراجل متبادل لما أخوك عبد الرشيد خليني ضايع في الشوارع كده علشان بسلامته الأهن وخايف على بنته يعني أنت خالس النية في جوازتك دي ولا في إنا أنت مبيتها للناس دول إنا؟ إيه عبد الرشيد لإنا اللي بتقول عليها دي؟ الشقة؟ آه الشقة يا حبيبي بيزوء بالعفية واخدها واخدها ومدام هي مصممة عليها يبقى بالمرة تاخدني معاها وخليها اتبعي البهلة با بس المهم أنه يبقى لي مدوى أشياء أتعلق فيها مشي عبد حميد أنا حبعت أجيب البيت وأجوزها بس حتبقى مسئولية في القابتك ربنا يخليك لي يا عبد شوفي بقى يا دوسة اشفوتي وبطيك كده الكوة شوية شفتها؟ ايه أبطي ديها؟ عبوط عبوط يا ميخباعي طبعك إيه قفلت على لحمي طب يلا أعملي مكياجك وأنا حستقبل المعذيب يلا يا أختي يعني يا خوفي عطسة واحدة والفلسانة تفرتك وتبقى مصيدة يا مرايتي يا مرايتي أنا أحلى وأنا ست الحسن الجمال أحلى طبعا أنا طبعا أنا طبعا أنا أمر يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا الله يخليك الله يبرد فيك يا أهلا وسهلا تفضان يا حبيبي ians اهلا وسهلا مورتونا وعلي سهلا اهلا 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 ازايك يا حبي اهلا يا حبي اهلا يا حبي الله يبارك فيك يا فضي الله خلي اعقبال البكاري ارف مبروك يا عريص يا أهلا وسهلا تطلبيها انتو ما عندكوش اروات انا عايزا كوباي عشان بنيقصه اسرباء البيوفي موجود فيه كل حاجة تطلو بيها وفيه بتاعك ودوت فيه زفر زفر فيه طبعا زفر تعمليل وسندوتش تصبيره ربنا يكرمي كده منعامر كده في حسوكم منوران اهلا 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 الف مبروك يا عرسنا الله يمارك فيك يا حبيبتي اه ايه ده فيه حاجة يا سيد عبد حميد البطاقة 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 بتاعتها عندكم مش هينفع كدب الكتاب بشكله اه ايوه مظبوط بس البطاقة بتاعت حضرتك عند الاستاذ سيد سند المحان طب ما تروح يجيبين هروح اجيبها طب وده ينفع كده بقى لأ ما اه عموما يعني انا انا هتصرف قعد 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 يا عريس قعد اهدى كده وشد حيلك شد يا الله لأ حديد سمعت عن الدوة الجديدة اللي ظهر ايه يتجوز ايه ازاي ما هو الطريقة دي تبقى كل خططنا تفشكلت ولا تفشكلت ولا حاجة الشقة حناخدها بالزوق ولا بالعافية ومدام كده يبقى الطيبة احسن برضو المسألة دي فهم اخوالي ازاي وليه وش معنى الراجل ده بازاي يطلب ايدها في الوقت ده بالعنية لما تزنق قالك اشتري نفسي ونص العمى تحسن من العمى كله برضو الحكاية ده هي مش فايتها من تحت درسي الراجل ده حتما وقب جزم بيتكتك لحاجة احنا مش فاهمينه يو ما تبطل بقى شغل المحاميين وسوق النية اللي انت فيه ده شوف يا بيت المسألة اولا واخيرا لمصلحتنا يعني انا وانت دلعانية فهندوس لما تتجوز هتتفك عقدتها ساعتها بقى انت ممكن تتشجع وتطلب ايدي منها من غير ما تخاف انها الزرجة والله يفتلي طيب عيودة ما تجي احنا الاتنين النهاردة كده في حموتها ومدام فيه مأزون جاي النهاردة نخليها زيطة لا 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 يفتح الله ويفتح الله ليه مات يلا خلينا نخلص لا انا متجوزش كده على غافلة اه انا لازم يتعملي فرح زيها واحسن منها كمان الله عيودة دودي انت صغيرة على الكلام ده يلا فرصة خلينا نخلص ماليش دعوة انا نفس يا اخويا قلبس فستان فرح وطرحة ويتعمل لزافة ولا انا ماليش نفس براحتك انا بس كنت متمعشى ان احنا يعني ايه متمعشى يعني كنت عشمان يعني ان احنا نخلص النهاردة وتبقى مراته على زمتي خلاص مدام متمعشى اطلب ايدي منها طيب اسبقين انت نعم يعني ايه اسبقين انت عندك حاجة اهم مني ولا ايه مات مفيش حاجة اهم منك في الدنيا دية نص ساعة زمن بس اوصل لحد البيت اخمد الولي امراتي عشان لو بيت برا اللالادي ما تقلقش علي وهتخمدها اللالادي بس اللالادي بس بس بعد كده انا وانت اسبوع عسل بحاله هقول لها انا عند قضية في اسكندرية واخدك وانطير زي العصفير هايوة نطير نطير زي العصفير نطير زي العصفير استني خد البطاقة تصور كنت حنسى البطاقة ما تتأخرش عليها هم طير زي العصفير زي العصفير اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ربنا يأوي إيمانك حبيبي الله صلى الله عليه وسلم بضل يا عروسة بضل يا عايس ألف مبروك ألف مبروك موسيقى على ميلة الكريمة انتصوى قومين موسيقى موسيقى الله صل على النبي حصر الحين اللي ما يصلي على النبي الله أكبر عليه وسلم موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة